رفح الهدف الجديد للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجه تعليماته للجيش الإسرائيلي باقتحام رفح والقضاء على كتائب حماس في رفح قبل شهر رمضان لكن ماذا يريد أن يستهدف نتنياهو تحديدا في رفح وفق تقديراته مع هذه دراسات الحرب الأمريكي وتقرير إسرائيلية فإن الأمر يتعلق بلواء رفح وهو اللواء الخامس في الهيكل العسكري لكتائب القسام يقود هذا اللواء محمد شبانا والذي يتولى هذا المنصب منذ سنة 2014 وتنشط كتائب حماس في رفح بالأساس في مدينة رفح والمناطق المحيطة بها مثل مخيمي يابنى والشابورة في رفح إذن ويضم لواء ثلاثة كتائب قتالية رئيسية بالإضافة لكتيبة رابعة مجهولة وهي الكتيبة الشرقية وكتيبة خالد بن الوليد في معسكر يابنى وكتيبة الشابورة كما يضم لواء رفح كتيبة النخبة التي كانت جزءا من هجوم السابع من أكتوبر الماضي وحسب المعلومات الواردة لحد الآن فإن لواء رفح لا يزال متماسكا ومستعدا للقتال كما لم يتم الإبلاغ عن خسائر كبيرة بين صفوفه